ونحن في هذه الذكرة العظيمة التي لا يمل مسلم من سماع ذكراها ولا تنضب الأقلام والأفكار من استخراج المعاني منها ويدكر هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى كان قادر سبحانه وتعالى أن يجعل هجرة النبي بالبراق في لحظة ولكن الله أراد أن يبين حال النبي عند الأخذ بالأسباب لنتأس به وحال النبي عند الشدائد فكيف الثقة بالله فتتعلم منه العزيمة والأخذ بالأسباب والحيطة ومواجهة الصعاب بالثقة في الله سبحانه وتعالى ولذا آثر سبحانه وتعالى أن يخطو النبي صلى الله عليه وسلم طريق الهجرة بقدميه الشريفتين ويسير على الأرض وإن كان قد طويت له لكن لم يرد أن يطويها له في الهجرة جعلها مبسوطة أمامه حتى تشرف الأرض بخطوات الحبيب وحتى نتعلم منه كيف الصبر صلى الله عليه وآله وسلم وكيف يكون الحال الإنسان عند فقد الأسباب دخل الغار واحتاطا وأخذ بالأسباب والمدينة اتجاهها في الشمال يسير في اتجاه الجنوب حتى يناور وهم يعلمون أنه يهاجر إلى المدينة فالمفروض أنه يسير تجاه الشمال لكن صار تجاه الجنوب تجاه غار ثور حتى يناور لهم وظل في الغار ثلاث أيام كان ممكن أن يضلل الكفار فيتجهون شمالا ويبتعدون عنه ولكن سبحان الله اللهمهم علم عجيب وهو اقتفاء الأثر من الصحار كيف يقتفون أثر النبي والنبي لا أثر له إذا صار لكن كان معه صاحبه وكان أيضا الغنم التي كان يسير ويرعى بها سيدنا عبد الله ابن سيدنا أبي بكر الصديق كان يسير في طريق الهجرة بغنمه نهارا ويعود ليلا حتى يشوش الأثر عليهم وبالرغم هذا التشويش والاحتياط لم يستطع أحد أن يضللهم دليل أنهم كانوا في علم الأثر من القوة بما كان فوصلوا إلى الغار وكان ممكن أن يضللهم الله سبحانه كان قادر أن لا يجعل النار تشتعل أصلا أو أن يطفئ النار قبل أن يصل إليها إبراهيم ولكن جعلها نارا وجعلها لهيبا ويجلسون حولها ويعانون من لفحها ومن شدة حرارتها ويلقون سيدنا إبراهيم فيها ويتم الإلقاء ويصل إلى النار وكان قادر أن يمنع ذلك كل بأشياء كثيرة ولكن الله قاهر فوق عباده افعلوا ما شئتم فهو في حماية وأماني فتصير النار بردا وسلاما ويصير الغار لنبينا حصنا أمينا وهم على باب الغار هذا كله ليبين لك أن الله قاهر فوق عباده أنهم مهما فعلوا فلن يستطيعوا أن يغيروا قدر الله ولن يستطيعوا أن يمنعوا مدد الله لحبيبه المصطفى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يهذبنك إيده ما يغيظ يعني من كان يظن منكم أيها الكفار أني لأنصر حبيبي وعبدي فاستمد واصنع سبب إلى السماء أي سلم إلى السماء واقطع نصري له وحمايتي له النازل من السماء قبل أن تصل إليه وكأن الله يعرض عليهم أمر محال أن يصلوا إليه حتى يعلموا عجزهم فلو تمالأ أهل الأرض إنسا وجنا عليه ما ضره والله يعصمك من الناس 23 عاما كل قبائل العرب تريد قتله والكل يريد الإدرار به ولا يستطيعون ولا توجد حماية معينة ولا ترك رقابة ولا كاميرات مراقبة ولا أي شيء وهو يعيش في السحراء مفتوحة وكان يخرج ولم يحبس نفسه ويمشي في الأسواق والكل متربس به ولكن هيهاتها انهات أن ينالوا ممن عصمه الله من الناس والله يعصمك من الناس حتى إذا ذاقت بك الأحوال واختبرك الله بضيق فانظر إلى أحوال نبيك كيف أنه جعل له من كل ضيق فرج ومن كل هم مخرج حتى تتأس به في الضيق وفي الفرج وفي الراحة وفي التعب وفي العافية وفي المرض فأجرى عليه كل ذلك وهو حبيبه امتحنه بكل ذلك وهو حبيبه حتى يرحمنا في ما قدره الله علينا فإذا قدر علينا بعض الشدائل لنظن أنه يكرهنا فقد عمل حبيبه بأشد من ذلك بل هو يعاملنا بالشدائل لأنه يحبنا كما تشتد أنت على ابنك حتى يشتد عوده ويزدد خبرة ويكون لمصلحته فالله سبحانه وتعالى يسوسنا على ما يصلحنا ولا يعطينا ما نهوى فقد يتعلق قلبك بما فيه المضر لك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير دروس الهجرة كثيرة ولكن عليك أن تتعلم منها الأخذ بالأسباب والحيطة وعدم الاعتماد عليها والثقة في نصرة الله مهما ضاقت الأسباب ومهما كانت الأحوال الخارجية ولذا لما ارتعد سيدنا أبي بكر الصديق ووجد أقدام الكفار على باب الغار ونجحوا في الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان صار بطريقة تخدع أي إنسان مهما كان ذلك لكن الله وفقهم وفق الكافر ليقاره بالتوفيق وفقه حتى يقهره فقد يكون التوفيق للقهر فليس كل توفيق يكون مآله السعادة فقد وفقهم لوصول بعض الإزاء من أيديهم إلى النبي حتى يكون سببا لتعذيبهم في آخر في اليوم الآخر سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده فلما وفقهم ووصلوا ونظر سيدنا أبي بكر إلى هذه الحالة وقد خاف لا على نفسه فإن سيدنا أبي بكر كان خوفه على النبي أشد من خوفه هو كان لا يرى نفسه أصلا حتى أنه إذا جاع كان لا يشعر بالجوع إلا إذا جاع النبي ولا يشعر بالعطش إلا إذا عطش النبي ولا يشعر بالري إلا إذا ارتوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان حاله حتى أنه لما حكى قصته في الهجرة قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم منذ ثلاثة أيام فالطاح ونام وظللت عليه ظلا وكانت في الأيام العادية تظلله الغمامة وفي أثناء الهجرة لا تظلله الغمامة حتى يقاس الشمس هكذا كان حال نبيك حتى يعلمك كيف تقاس الشدائب صلى الله عليه وآله حتى يكون أسوى لأمته فقد أمرهم بالهجرة وقد صاروا على أقدامهم فيكون هو أولهم ما دل أمة على شيء إلا كان هو إمامهم وأمامهم صلى الله عليه وآله وسلم فلما استراح النبي ونام ذهب سيدنا أبي بكر الصديق وقد علم أن النبي لم يشرب طعاما ولم يشرب شرابا منذ عدة أيام فوجد راعيا للغنم فأمره أن يأخذ منه حلبة فحلب غنمة من الغنم ووضع عليها بعض الماء البارد حتى يبردها وكانت جو حار شديد الحرارة فلما استيقظ النبي قال سيدنا أبي بكر الصديق فأعطيته اللبن فشرب حتى رويت انظر التعبير النبي يشرب وأبي بكر يرتوي لم نجد أحد ارتبط هذا الارتباط الشديد كارتباط الأم بأبنائها فإن الأم إذا شعرت بقوع أبنائها تشبع إذا شبعوا وتقوع لقوعهم هكذا كان حال الصديق فلما ارتعد ووجد أقدام الكفار فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما هكذا كان النبي لا يرتعد في لحظة ولا يدخل الخوف فيه أنزل السكينته عليه فالسكينة نزلت على الصاحب لأن السكينة لم تفارق النبي فالسكينة التي نزلت في الآية نزلت على الخائف والنبي كان لا يخاف شيء ولا يهاب شيء هكذا كان حبيبك صلى الله عليه وسلم لأنه من كان مع الله كان معه كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء فنبيك حيثما توجه الله معه حتى أنه قال سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله فالفضل واحد ومظهران مصدر ومظهر فالمصدر الله والرسول هو المظهر هكذا الآيات التي تدلك على أن كلما كنت مع الله كنت مع النبي وكلما كنت مع النبي كنت مع الله فهو إمام حضرة مولاه الذي يقف على باب مولاه ليوصل الخلق فإذا جاءوه لم يجدوا شيئا ووجدوا الله أمامهم فوفاهم حسابهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة هذا الحبيب المحبوب الذي بمعرفته يتم الإيمان وبحبه تصدق في الطاعة وتأمن سوء الخاتمة فحب النبي يؤمنك سوء الخاتمة والإيمان بالنبي يؤمنك الخلود في النار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا من هذا كله وأن يؤمننا مما نخاف ببركة هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر